المعمودية حباب التغطيس زي ما المسائل المجد تاركها لنا مثالاً لكي نتبع إثر خطواته فبدأ المعمودية بالتغطيس سوب نفسه ويقول للرسول البولوس إيه؟ مدفونين معه بالمعمودية للموت مدفونين يعني المعمودية إيه؟ دفن يعني يا جماعة أشوف يروحه كل سيختار كلمة إيه؟ دفن هو لما الحدي بيروح يدفن ميت عنده بيدفنه إزاي؟ بيأخده عند التربة مدفن ويحطه قدام باب التربة ويجيب له شوية الترب من جوه ويقول له دفناك يا فلان بسوله حاول ده تجننه في مخهوم يعني كلام غير، العقل غير، ما يقبلش هذا الكلام العقل لا يقبل هذا، يرفض تماماً فكر ما يخشش حسب العقل والمانطب يقول له الرقص يختار الكلمة دي مدفونين معه بالمعمودية للموت للموت كمان بيفصل ليه مدفونين ليه المعمودية بالتغطيس ودفن عشان زي ما المسيح لو أن المجد مات واندفن في القبر وتقفل عليه الباب وتحط عليه حجر نحن كمان في المعمودية بندفن مع المسيح في جرن المعمودية ولما بنقوم بجرن المعمودية بعد الغصة الثلاثة على الثالث يوم يعني بنقوم مع المسيح له المجد واخدين نيلين خلاص وبركات الفدائي اللي عملها من أجلين كلام متراسق، مرصوص زي الدهب بطريقة معجزية وعجيبة جدا مش محتاجة أول من حاج يبقى العمود الأول العمود الأول عمل عمدته من فضة يعني أسس إيمانيات الكنيسة إيمان مستقيم كالفد نقي ناصر البياض صلب لا ينتني ولا ينثني ولا يبقى فيه أي عوجاج أمال يا أهباء لازم تكون بالتغطيص معمودية بالتغطيص أي معمودية خلاف اللي عملها المسيح بنفسه له الماب وخلاف الآية دي ما تفعوني معه في المعمودية معمودية باطلة بقولها بمنتهى القوة باطلة عشان ما حادش يخدع نفسه ويحرم نفسه بالأبدية ويفجأ في يوم الدينونة إحنا أنا مالي القصص بتوعنا القادة بتوعنا اللي قالونا كده بقى قدامكم الإنجيل سايبين الإنجيل وماشين ورا القادة تخليكم في الإنجيل كلامي حرفي من كلامي لا يزور فالمعمودية إذن ده العمود الأولاني والأساس جدا المبنية عليه كل الكنيسة وكل إيمانياتها لأن بدون المعمودية لحد حيقدر يتناول من جسد الرب ودامه ولا حد يقدر يتجوّد الكليل المسيحي ولا حد يقدر ياخد نعمة الكهة ونموت ولا حد محدش هيقدر يستمتع بأي سر من أصال كيسة الباقي محدش هيقدر يستمتع بأي نعمة من نعم الكنيسة المسيح عايز يدهنى بالفداء والقيامة اللي عملها المعمودية الأساس وإلا ما كانش المسيح بنفسه يشترط إن كان أحد لا يولد من الماء والروح واختار كلمة يولد ما قالش إن كان أحد لا يعمد بالماء والروح كانت تبقى فيها فرصة للتأويل لكن يعني قطع الشك باليقين لما قال يولد هو الواحد بتولد من بطن أمه إزاي تبقى الأم الست حامل برا بطنها هل هذا يعقل يعني؟ يولد يعني الطفل بيكون جوهue الرحم جوهه الرحم الأم ولما تجى تدعم ありما تكمل أيام الحاملة لتسع شهور يِيخُرُج من الرحم دي الولادة الصحيحة اسمها ولادة في لأنا ولدت ولد في لأنا ولدت بي والتتولد منها يعني خرج من أحشاءها، خرج من الرحم بيتاحها فخرجش الذي يخرج من الرحم المعمودية أي من بطن المعمودية منجورن المعمودية يعني معناها متغطس فيها اسمها ولادة فا المسيح لا تقوم بنفسه لأن كان احد لا يولد من المأوى الروح لا يستطيع أن تدخل م emergencies المؤ música هذه الولادة التانية الولادة الاول الميمية التولض من بطن أمي هذه الولادة الجسادية L skeptية متضاني HDD المهمة جدا هي الولادة بالمأوى الروح بالسر المعمودية المقدسة